من جهته أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات سمح السلطات السويدية مجددا بقيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكولم معتبرا أن هذا الفعل أشياء يمثل استفزازا ضخما وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم أكد أبو الغيط أن التراخي مع خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من جانب هؤلاء الذين يتحينون هذه الفوصة لبث سمومهم ولنشر أفكارهم الهدامة أشرأ أبو الغيط إلى أنه سبق وحذر منذ أسابيع من مغبة سمح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي لا تسهم سوى في نشر خطاب التطرف